بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ مع بعض منهج ربع ابتدائي connect step ahead. عندنا في صفحة رقم 4 بيقول الجزء الاول part 1. how to deal with the exam questions properly. ازاي نتعامل مع اسئلة الامتحان بشكل صح. listen and circle the correct answer. اول حاجة عندنا بيجي لك سؤال اللي هو الاستماع. نص الاستماع. بتسمع النص في ايه? تمام? وبعد كده بتعمل دايرة على الاجابة الصح اللي انت هتختارها. تمام كده? تاني حاجة عندنا اللي هو choose the correct answer اللي هو اختاري الاجابة الصحيحة. تالت حاجة عندنا بيبقى read and complete the text with the words in the box. بيقول لك اقرأ read اقرأ and complete واكمل the text اكمل النص with the words in the box. في كلمات هو بيديها لك كده. تمام? بتكمل بيها القطع او النص اللي هو مدهولك. تمام? بنختار ايه كلمة مناسبة مع الجملة اللي احنا ايه موجودة عندنا. رابع حاجة عندنا اللي هو read the and answer the questions. بيقول لك اقرأ النص. ويجاوب على الاسئلة. يبقى اقرأ القطعة. هيديك هو قطعة وعليها كم سؤال كده. هنقرأ القطعة مع بعض وايه? وبعد كده نحل ايه? الاسئلة. بنقرأ القطعة مرة واتنين وتلاتة والاسئلة برضو. علشان نركز ونفهم كل المعاني اللي موجودة في القطعة الاول. ونفهم السؤال المحتاج ايه بالزبط عشان نحل الاجابة الصحة. رقم خمسة عندنا اللي هو موجود بيقول read and write the correct form of the words between brackets. اقرأ read and write واكتب the correct form الشكل الصحيح للكلمات. هو بديك كلمات في السؤال دوت السؤال الخامس بيديك كلمات وانت بتصحح الكلمات داية. ممكن بيبقى فيه كلمة مثلا بلغبطك مثلا بدل ما تختار am مثلا هتختار is. لو هو مثلا مدهلك مثلا r ايه المفروض تكتبع is. او لو have هتختار has. يعني هتشيلها هتشيل الكلمة الغلط ديت وتبدلها بايه? بكلمة تانية صح اللي هي has مثلا. تمام? طيب. عندنا السؤال السادس. اللي هو التركيم. السؤال السادس التركيم اللي هو بيقولك عدي للجملة وخلي شكلها صح. بانك تويت زي فالوانك. بانك تويت اللي هو ايه التركيم. والتركيم دوت اللي هو قاعدة صيغة الجملة واضعها في شكلها ايه الصح. يعني عندنا اول حرف في الجملة بكابيتل. عندنا ايه الشهور والسنين وايام الاسبوع. وعندنا الايام. وعندنا الاسماء عموما بتبدأ بحرف كابيتل. كل الاسماء الموجودة عندنا بتبدأ بحرف كابيتل. كل شهور السنة بتبدأ بحرف كابيتل. ايام الاسبوع تبدأ بحرف كابيتل. لو سواء عندنا ميستر او ميس بتبدأ به حرف كابيتل. تمام? اه كل مسميات الاماكن يعني يقولك اه مثلا ده بيراميدز. بيراميدز تكتب ايه? ده اسم يبقى يبقى يبدأ بايه بحرف كابيتل. تمام؟ يبقى اي حاجة عندنا فيها اسماء. اسماء مثلا ايام اسمه يوم الحد ده اسمه يوم الاتنين ده اسمه يوم التلات يبقى اي اسم عندنا بيبدأ بحرف ايه اول جملة بنبتدها بحرف ولو احنا عندنا جملة يبقى نختمها بايه اللي هي نقطة في الاخر لو عندنا سؤال يبقى نختمها بعلامة استفاهم ليه اسمها ايه بعد كده عندنا احنا شرحنا خمسة وستة اه دي برضو علامة تعجب تمام في الاخر كده علامة التعجب ديت اه اللي هي طبعا شرطة وتحتها نقطة علامة التعجب شرطة وتحتها نقطة ودي بتعبر عن ايه عن الاندهاش او الاستغراب او لو في مفاجأة او لو في حاجة مثلا محزنة او كده زي عندنا امثلة هنا بيتقول ده ممتع جدا وحطت ايه علامة تعجب طيب اللي جنبها ايه العربية الجمدة دي ايه العربية الجميلة دي بعد كده عندنا يعني انا بحب ايه بحب مصر ربنا يصلحها المصر بعد كده عندنا يعني هي ايه هي مصوطة جدا هي مصوطة جدا نيجي برضو عند النقطة اتنين في نفس الصفحة اللي هي لقم ستة بيقول الكومة ديت اللي هي الفصلة والفصلة ديت اللي بنفصل بيها بعد ايس او نو بنروح عاملين ايه كومة وبقى نكمل بقية الاجابة بتاعتنا او لو عندنا كلمة زي اللي هي من فضلك قبل ما نكتب كلمة اللي هي في اخر الجملة بنروح عاملين على ايه قبلها بنحط ايه كومة بنحط القومة اللي هي فصلة بنحط القومة اللي هي فصلة تمام يبقى احنا لو هنفس البين ثلاثة حاجات عندنا هون اي نيد فلور آآ بيندينا عندنا 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 بيقول لك انا محتاج دقيق وبتر زبدة وايجز بيد. وعندنا شجر اللي هو السكر. علشان اعمل ايه? كيكة او تورتة. يبقى احنا بنفصل بها بالقومة. بنفصل بين الكلمات وبعضها بالايه? بالقومة. بعد كده تاني واحدة اللي هي yes I'd like some juice please. ايوة انا انا ايه? انا عايز اشرب ايه? عصير لو سمحت. يبقى yes بعدها كومة. yes او no بنحط بعدهم ايه? كومة. وبعد كده بنكتب بقية الكلام. لو في عندنا كلمة please في الاخر يبقى قبل ما نحط please يبقى ايه? هنعمل قبلها كومة. وبنختم ايه الجملة بتاعتنا اللي هي بنقطة. بعد كده تالت حاجة اللي هي بيقول المسال when I reach my school. لما هوصل المدرسة بتاعتي. وراح عامل قومة. I greet all my friends. انا بقى ايه? بسلم على كل صحابي. يبقى هو اسم الجملتين ايه? بقومة. تمام? يبقى لو عندنا فكرتين في الجملة ممكن نقسمهم بايه? بقومة. بعد كده عندنا بيتج سيفن. بيتج سيفن فيها write a paragraph of اه اتين words using the following guiding elements. اكتب براجراف او اكتب قطع او فقرة. اه مكونة من 18 كلمة. تمام? اه باستخدام الارشادات التالية. طيب. احنا عندنا هنا اه بداية لابد ان نشير الى انها اكتبت موضوع توفر شرطين اساسيين الالمان بقدر معقول من الصر واللغوية. او لازم يبقى عندك كتير يبقى لازم عندك كلمات كتير حافظها. لازم نحفظ كلمات كتير. لازم نحفظ ايه? كلمات كتيرة. المعرفة الجيدة لبناء السليم للجملة ازاي نكون الجملة? فاعل وفاعل ومفعول. subject and verb and object. قولنا اللي هو ايه? الفاعل. وهو بيبقى ضمير او اسم. بنبدأ بيه جملة. بعد كده بنحط الفعل اللي هو الفرب. بنحط ايه? الفعل اللي هو الفرب. تمام? والفعل زي ما هو مدهولنا بقى. تمام? اوكي? بعد كده عندنا المفعول. الابجكت. الابجكت اللي هو ايه? المفعول اللي هو باقي الجملة. يعني اول حاجة بنكتب ايه? الفاعل. اللي هو ايه مسلا هي اه شي كده. تمام? بنبدأ ايه? الفاعل. بعد كده بيجي وراء الفرب. بيجي وراء ايه? الفاعل مسلا هي ايه مسلا. وبعد كده مسلا. تمام? او دول هيبقوا ايه? هيبقوا. يبقى احنا كده عملنا جملة. يبقى فاعل. اللي هو مسلا هي. والفعل اللي هو ايه? وادكتور مسلا يبقى كده ايه? يبقى احنا كده عملنا جملة صح. تمام كده? يبقى فاعل وفاعل ومفاول. فاعل وفاعل وايه? ومفاول. طيب. يبقى اول حاجة يبقى لازم عندنا كلمات كتير حفظينها. عشان نعرف نكتب الجملة. تمام? يبقى عندنا كلمات كتير. وبعد كده عندنا ترتيب الصح عشان نعمل ايه? جملة صح. يبقى اول حاجة بنبدأ بيها الضمير او الاس. بعد بعد كده بنكتب الفعل. بعد كده بايه بقى ايه? بقى الجملة اللي عندنا. اللي احنا عايزين نقولها ايه. يبقى اهم حاجة اول حاجة بنكتب الفعل وبقى الفعل وبقى كبقى بقى ايه? بقى الجملة. تمام? بعد كده بيقول لك ولكي تكتب موضوع جيد عليك بالاتباع القاتي. تعمل ايه بقى? اول حاجة عندك بيقول لك قبل اي حاجة? يجب قراءة رأس الموضوع والافكار المعطاء جيدا. وتحديد زمن الجمل التي ستكتبها مدارع مواضي مستقبل. مدارع مواضي ايه? مستقبل. تمام. يبقى احنا لازم نحدد الزمن بتاع ايه? بتاع الجمل اللي هنكتب بيها. يعني هنكتب الموضوع بتاعنا مثلا. هنستخدم زمن المدارع. وهو اسهل زمن. بس لو جاي لي مثلا موضوع عن مثلا عيد ميلادك اللي فات او رحلة مثلا انت قضيتها او كده يبقى انت هتستخدم زمن الماضي. تمام? يبقى على حسب الموضوع بنحدد هنكتب انهي زمن. هنكتب بانهي زمن. تمام? طيب. تاني حاجة بعد كده. لابد من تمتعك بالقدرة على التخيل حتى يتسنى لك تجميع الافكار. ايه المناسبة ايه? لكتابة الموضوع. يعني لازم ان انت برضو ايه? تقول رأيك. تمام? تخيل يعني ايه? اكيد طبعا مش هتكتب اه اه ديناصور اه راح نط اكل الهرم الكبير. لا مفيش الكلام ده. مش هتتخيل للدرجة دي يعني. تمام? هو اللي بيحصل ايه? ان انت بيبقى عندك اسلوب حلو وفي الكتابة من رأيك انت يعني. بتقول رأيك انت. تمام? طيب. بعد كده عندنا تالت حاجة اللي هو يمكن عمل مسودة بالافكار. والجمل الاساسية في صفحة في صفحة منفصلة. طبعا ده مش يعني احنا الامتحان طبعا مش هياخد الوقت ده كله. طبعا. فاحنا عندنا المفروض ان احنا ايه? يبقى عندنا كلمات حافزينا كتيرة جدا. نعرف نقول اه الموضوع دوت في زمن ايه? تمام? على حسب الانوان عندنا. تمام كده. اه بنستخدم اسلوب زمن المضارع البسيط. هو يعني اسهل زمن طبعا الاستخدام في كتابة اي فقرة او كده. لو عندنا حاجة في الماضي يبقى مضطرين مسلا لو عيد ميلادك اللي فات لو السنة اللي فاتت كنت في السنة ايه? او حسب الموضوع اللي هو يجيبه لك مسلا. اوكي? يكلمك عن مصرين كدماء. مسلا كانوا بيعملوا ايه? كانوا بيساووا ايه? الحاجات دي كلها. يبقى احنا ايه? هنستخدم الماضي. يبقى بنستخدم المضارع او الماضي. تمام? واذا ربما بنستخدم المستقبل? اوكي? ده لو حاجة مسلا يقول لك انت حابب تبقى ايه في المستقبل. انت حابب مسلا تروح فين? تسافر فين? كلام ده كله. يبقى برضو هنستخدم ايه? اه زمن المستقبل شوية. اوكي? طيب. طبعا كل ده هنقرأ مع بعض كتير وكده وهنفهم مع بعض كل حاجة. تمام? ده بالنسبة للقطعة. تمام? وبنخلي بالنا برضو من اللي هو اللي هو نحفظ الكلمات ومعاني كلمات كتيرة. لازم نعرف الزمن اللي هنكتب فيه ايه? يبقى فاهمين الزمن برضو اللي بنكتب بيه. اه بعد كده برضو اه اللي هو البنكتويشن واحنا بنكتب ما ننساش الاسماء بتبقى تمام? حرف اللي هو انا تمام? اللي هو بمعنى انا اللي هو ضمير اي انا تمام? ده لازم يتكتب ايه? اه 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 بنخلي بالنا بقى من الكومة من النقطة من الحاجات دي كلها برضو ايه نخلي بالنا منه. تمام? بعد كده عندنا اه كيف تكتب جملة صحيحة? ده في صفحة تمانية من كتاب كونيكت فور اه كتاب منهج الصف الرابع الابتدائي. اه كتاب تمام? الصفحة رقم تمانية. عندنا كيف تكتب جملة صحيحة? اللي هي تكتبها ازاي صح? قلنا الجملة اللي هي الجملة العادية خالص. الجملة بيسموها الجملة خبرية. اللي هي الجملة العادية. تمام? اسمها ايه? طيب. اول حاجة عندنا الفاعل اللي هو اول حاجة بنبدأ بيها في الجملة الفاعل تاني حاجة الفاعل تالت حاجة المفعول اللي هو تالت حاجة اللي هو ايه? يبقى احنا بنبدأ الجملة بفاعل وفعل ومفاول. فاعل ومفاول. وفرب وابجكت وفرب وإيه وابجكت تعالوا نقرأ الجمل دي مع بعض شي ايز سليبنج شي هي دات إيه الفاعل بتاعنا يبقى شي دي إيه فاعل وإز ده الفاعل لو يكون وسليبنج ده بيكون إيه الابجكت اللي هو المفعول يعني شي هي بتعمل إيه يبقى هي الفاعل وبتعمل ده إيه الفاعل أو هي تكون تمام تكون ده إيه فاعل لو إيز بقى سليبنج نائمة يبقى إيه اللي بيحصل نائمة ده مفعول تمام يبقى نائمة دي إيه مفعول تاني واحد تاني جملة بتقول mom is washing the dishes mom بتخسل الموايين أو بتخسل الاطباق تمام يبقى mom دي الفاعل وإيز ده الفاعل وwashing the dishes هتبقى إيه هتبقى المفعول تمام طيب بعد كده عندنا we fly our kites in the park on friday احنا بنطير طيارتنا الورقية تمام طيارتنا الورقية بنطيرها في الحديقة يوم الجمعة بنطيرها إمتى يوم الجمعة وفين في الحديقة يبقى we احنا الفاعل احنا اللي بنعمل الحاجة دي يعني احنا الفاعل fly fly ده verb verb اللي هو إيه فعل fly يطير أو بنطير our kites our kites طياراتنا طياراتنا الورق تمام العلم في المساكن الشعبية بيعملوا إيه طيارات كده ويطلعوا إيه عالسطح كلهم مع بعض كده ويعودوا بقى إيه إيه الحيالة إيه الحيالة وإيه وشد الحبل ويعمل كده يد سيب إيدك يد مش عارف إيه ويعودوا يدخن والمهم إيه بترسي على إيه بقى بترسي في الآخر إنهم بينزلوا إيه بينزلوا يجيبوا لطيارات إيه اللي وقع تحت عربية اللي مش عارف إيه الحاجات دي كلها طيب بعد كده بعد كده معنا بيت جناين هنخش على بيت جناين يا أولاد آآ معنا بيت جناين آآ بنتكلم عن التوريزم التوريزم اللي هي السياحة آآ هو هنا عايز نكتب براجراف تمام عن التوريزم عن السياحة طيب نكتبه إزاي ده يا مستر احنا عندنا هنا بيقول إن فيه في أفكار تساعدك يعني أفكار إيه تساعدك إيه يا الأفكار اللي بتساعدنا يا أولاد اللي هو الكلمات اللي بيتدهلنا مع آآ سؤال البراجراف طيب في سؤال البراجراف اللي هو بيدينا كلمات كده مجموعة من الكلمات بنستخدمها في كتابات الجمل يعني معناها إيه كده يا مستر برضو يعني إحنا كل كلمة عندنا في الكلمات اللي هو بيتدهلنا تمام ممكن نعمل منها جملة ممكن نحطها في إيه في جملة طبعا إحنا لو بنعرف نعمل جملة صح تكوينها إيه بالزبط مزبوط فاعل وفعل ومفعول هنعرف نعمل إيه كذا جملة يعني إحنا عندنا مثلا هنا كلمة وعندنا كلمة عندنا كلمة عندنا كلمة عندنا كلمة يبقى كل الكلمات دي أدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عندنا خمس كلمات بخمس إيه جمل خمس كلمات بخمس جمل يبقى احنا كده إيه خلصنا على موضوع إيه البراجراف بكل سهول فاهمين يبقى احنا نبدأ إيه نبدأ نستخدم الكلمات اللي هو الدهنة ديت إيه في جمل طيب في ملحوظة برضو كويس جدا نحنا نقولها بيقولك إيه بقى بيقولك لاحظ أنه قبل البدء في كتابة الموضوع لابد أن تحدد الزمن مناسب هنتطر إن احنا إيه نشوف الأول هنكتب في أنه زمن اللي هنكتب بيه إيه البراجراف تمام طيب لو هنتكلم عن السياحة مثلا بيقولك فمسلا في موضوع السياحة واضح أننا سنتكلم عن حقائق وإيه الزمن اللي بنتكلم فيه عن حقائق هو زمن تمام زمن المدارع البسيط وبالتالي الزمن الأمثل هو المدارع إيه البسيط تمام يبقى نكتب مثلا لو عن السياحة نكتب عن إيه في زمن المدارع البسيط الكلام بتاعنا هيبقى في زمن إيه المدارع البسيط طيب هو بيقول هنا إيه بقى تعالوا نكرق البراجراف ده هو بيكلم عن السياحة طبعا وتعالوا نشوف هو كتب إيه عن السياحة مصر مشهورة بتاريخها مصر مشهورة بإيه بتاريخها السياح بيجوا مصر من دول مختلفة هم بيجوا علشان يستمتعوا بشواطئها الجميلة they also come to see its monuments شفتوا هو حط إيه كلمة إيه beaches في جملة وحط كلمة monuments في جملة تمام they also come to see its monuments هم برضو بيجوا علشان يتفرجوا على إيه على القصار بتاعتها Egypt has a nice climate Egypt عندها تاكس جميل الجو بتاعها جميل all year round طول السنة طول إيه؟ طول السنة in winter وفي الشتاء في الشتاء إيه اللي بيحصل it is warm and sunny بيقول لك إن الجو بيبقى دافي ومشمس people in Egypt are very kind الناس في مصر جميل جدا they are friendly they are friendly هم ودودين two visitors two visitors يعني للزوار بتح يبقى يبقى احنا بنقول إن المصريين تمام ودودين للزوار اللي بيجوا يزوروا بلدهم بلدنا يعني we should work hard to make more tourists come to Egypt we should نحن نجب أو يجب work hard نشتغل أحسن أو أكتر علشان to make علشان نعمل إيه بقى more tourists come to Egypt علشان نخلي سياح أكتر أو سياح أكتر يجوا إيه يزوروا مصر بصوا حبايبي برضو بنخلي بلدنا وإحنا بنكتب البراغراف إن إحنا عندنا مثلا لو عندنا الاسم عندنا الاسم مثلا بدأنا فيه في الجملة تمام الجملة اللي بعدها بدأنا منقول الحاجة نفسها برضو تاني ممكن نحل محلها بضمير يعني الاسم دو تنحل محله بضمير زي الجملة اللي عندنا كده مثلا بتقول tourists come to visit Egypt السياح بيجوا يزوروا مصر تمام طيب ممكن نقول إيه they come to enjoy it's beautiful beaches يبقى احنا حطينا زي مكان tourists يبقى احنا عوضنا tourists بزي تمام tourists اللي هما إيه السياح السياح نقول عليهم هما يبقى زي يبقى زي come to enjoy هما بيجوا علشان يستمتعوا it's beautiful beaches بشواطئها الجميلة the mechanic works hard مثلا لو عندنا جملة فيها مثلا بنقول الميكانيكي بيشتغل بجد يعني ايه الميكانيكي بيشتغل كويس نقول بدل ما نقول الميكانيكي تاني نقول ايه he fixes broken cars and buses هو مثلا بيصلح العربيات والوتوبيسات يبقى بدل ما نقول زي ميكانيك تاني هنقول مكانه he يبقى زي ميكانيك ده بنعوضه بالضمير he يعني ما نقررش نفسي نفس الحاجة كل شوية نكتب اسم 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 لا ممكن الجملة كتبنا الاسم برضو منتكلم عن نفس الحاجة برضو بدل ما نكتب الاسم نكتب ايه الضمير ما كان ماشي miss a man عندنا miss a man is our english teacher miss a man هي مدرسة اللغة الانجليزية بتاعتنا بدل ما نقول miss a man is very kind and friendly هنقول ايه she is very kind and friendly هنقول ان هي she يعني miss a man that بنعوضها بايه بالضمير she she is very kind and friendly هي طيبة جدا وايه معاملتها حلوة بنكمل مع بعض بيج تان الصفحة رقم عشر بيبدأ بيقول لك بوليوشن هارمز ده انفيرومنت التلوث بيأزي البيئة التلوث بيأزي ايه البيئة بدل ما نقول التلوث تاني نقول ايه it is very dangerous eat يبقى نقول eat بدل ما نكتب بوليوشن تاني هنكتب مكانها eat يبقى بوليوشن ده حاجة ايه غير عاقب يبقى ياخد eat يبقى نعوض بوليوشن ده بايه باستخدام الضمير eat it is very dangerous يعني ايه هو خطير جدا بعد كده عندنا الجملة اللي بعدها بتقول lions are wild animals they live in forest الاسود بتعيش في غبات يبقى زي قلنا عليهم هم هم بدل ما نقول الاسود تاني استخدمنا الضمير زي زي يعني هم بتعود علي على الاسود بعد كده اخر جملة عندنا my friends and I went to the zoo انا واصدقائي رحنا حديقة الحيوانات بدل ما نقول انا واصدقائي تاني في الجملة تاني اللي وراها بنقول مكانها we بدل ما نقول my friends and I قلنا مكانها we يعني نحن we saw many animals and birds احنا شفنا حيوانات كتيرة وطيور كتيرة بعد كده عندنا باراغرف تاني برضو بيتكلم عن ايه trip to the zoo trip to the zoo يعني رحلة لحديقة الحيوانات هو مديني برضو كلمات بنستخدمها بنعمل منها جمل ايه في الكتعة بتاعتنا عندنا كلمة اتنين تلاتة اربعة خمسة مدينينا خمس كلمات يبقى نحطهم في خمس ايه جمل هنعمل منهم خمس ايه جمل عندنا كلمة last week الاسبوع اللي فات بس اصدقاء يشوف او يرى وقيت يأكل او اكلنا تمام تعالوا بقى نشوف الموضوع هنكتبه ايه اوه منديك last week يعني هنتكلم عن ايه زمن ايه الماضي زمن الماضي البسيط يبقى في الموضوع دوت هنتكلم عن ايه زمن ايه الماضي البسيط هنستخدم زمن الماضي البسيط تعالوا نقرأ القطع كده بتقول ايه my friends and I like trips very much انا واصدقائي بنحب الرحلات كتير جدا او كتير او او بنحبها جدا last week الاسبوع اللي فات we went to the zoo الاسبوع اللي فات احنا رحنا لحديقة الحيوانات we went by bus احنا رحنا بالاوتوبيس we arrived there احنا وصلنا هناك at nine o'clock الساعة تسعة the zoo is very big حديقة الحيوانات كبيرة جدا we saw so many animals and birds احنا شفنا حيوانات كتيرة وطيور كتيرة i enjoyed seeing the lions انا امبسطت بموعي ان انا شفت الاسود very much كتير قوي او جدا we ate lunch at two o'clock احنا اتغدينا او اكلنا الغداء بتاعنا الساعة اثنين we returned home at six ورجعنا البيت الساعة ستة in the evening في المغربية كده we were very happy احنا كنا مبسوطين جدا we decided to go on more and more trips we decided يعني احنا قررنا to go نروح on more and more trips يعني نروح رحلات اكتر واكتر ملحوظة هامة كل القواعد التي تنطبق على سؤال البراغراف هي نفسها تنطبق على اسئلة ال english language performance tasks يعني ايه يعني المهام الادائية يبقى احنا زي ما بنعمل البراغراف ده كده هنعمله في المهام الادائية اللي احنا هناخدها مع بعض اللي هي ايه بيديك كده المكان فوضي خالص مكان الصورة مفيش صورة ومكان الكتابة مفيش كتابة انت بترسم صورة تمام بترسم رسمة كده عن الموضوع اللي هتتكلم عنه يبقى احنا المهام الادائية ديت حاجة بيديك هو كده للمكان زي ما موجود عندنا هنا كده بالزبط احنا هنا بدينا صورة حيونات جنينة حيونات زو تمام ومدينا القطع هو كاتبها لأ احنا بقى بنعمل ايه بنرسم احنا بقى المكان دوت وبنتكلم ايه بنكتب القطع بتاعتنا دي المهام الادائية تمام الجزء التاني عندنا اللي هو بيج 11 بيقولك part 2 مراجعة على ايه على الجرامر مراجعة الجرامر بتاعنا اللي هو ايه القواعد وكده ونشوف مع بعض الازمينة وكل الدروس اللي هي ايه فيها ازمينة وقواعد وكده اول حاجة عندنا زمن المضارع البسيط present simple tense زمن المضارع البسيط احنا قلنا ان كل زمن ليه تلات حالات حالة الجملة العادية وحالة النفي وحالة السؤال طيب اول حاجة اللي هي الجملة العادية خالص في زمن المضارع البسيط قلنا مع i و v و z و u الفعل بيفضل زي ما هو الفعل اللي بيجي وراهم بيبقى زي ما هو مش بندفله اي حاجة مع هي و شي و ات بندفل الفعل s او es او is لو عندنا الفعل بينتهي بi يبقى هنضيف s بس لو ما عندناش e يبقى هنضيف a es طيب لو الفعل عندنا بينتهي بحرف ال y قلنا بنشيل ال y ونحط مكانه i e s طيب امتى بنسيب ال y زي ما هي لو قبلها حرف ايه متحرك زي play plays stay stays say says تمام طيب الجملة التانية اللي هي في حالة النفي في زمن المضارع البسيط الجملة في حالة النفي في زمن المضارع البسيط قلنا مع اي ووي وزي ويو اللي بيجي وراهم بيجي وراهم don't وباقي الفعل بيفضل زي ما هو طيب مع هي وشي و ات بيجي وراهم doesn't والفعل بيجي ايه بينزل زي ما هو يبقى بنستخدم بنستخدم مع اي ووي وزي ويو بنستخدم don't بعدهم والفعل بيفضل ايه زي ما هو طيب مع هي وشي و ات بنستخدم doesn't والفعل بيجي وراه ايه زي ما هو مش بنضيف له اي حكا في حالة السؤال السؤال بنستخدم do مع اي ووي وزي ويو بنسأل بdo مع هي وشي و ات بنسأل بdoes تاني زمن عندنا اللي هو زمن المضارع المستمر زمن المضارع المستمر اللي هو present continuous tense زمن المضارع المستمر وقلنا زمن المضارع المستمر دوت اللي هو ايه am او is او are بيجي ورا الدمائر تمام والفعل بندفله ing i بيجي وراه am والفعل اللي هو play هيبقى blank بندفله ايه ing هي وشي و ات بيجي وراهم is والفعل بندفله ing يعني هي is playing she is playing it is playing يو ووي وزي بيجي وراهم are والفعل بندفله ing you are playing we are playing they are playing تاني حاجة عندنا النفي اللي هو النجاتف اللي هو النفي i بيجي وراها am وبنزود not يبقى علامة النفي اللي هي not او n apostroph t طب مع am ما ينفعش ايه يبقى فيها اختصار ما ينفعش نقول amant بنقول ايه i am not i am not والفعل بلاس ايه ing بندفله ing زي ايه زي ما احنا عارفين في زمن المضارع المستمر علامة الاستمرارية اللي هي ايه ing لما بنضيف للفيرب ing يبقى ده ايه مستمر يبقى ده زمن ايه مستمر يبقى i am not playing مع هي وشي وات بيجي وراهم is و is في النفي هتبقى isn't is في النفي هتبقى isn't وبرضو بنكتب الفعل plus a ing بندفله ing play هتبقى playing يعني he isn't playing she isn't playing it isn't playing مع يو ووي وزي بيجي وراهم r في النفي هتبقى aren't في النفي هتبقى aren't هنزود ايه n apostrophe t هنزود n apostrophe t يبقى r هتبقى aren't والفعل بندفله ing هيبقى بدل ما هو play هتبقى playing طيب تالت حاجة في حالة السؤال بنسأل بam او is او r بنسأل بam او is او r طبعا احنا عندنا i بتاخد am يبقى نسأل بam يبقى am i playing مع هي وشي وإد بنسأل بis is he playing is she playing is it playing ونكمل ايه ونكمل السؤال بتاعنا وفي الاخر اخر السؤال بنعمل ايه بنحط علامة ايه استفهام question mark بعد كده عندنا مع you ووي وزي بناخد r يعني بنسأل بايه بنسأل بار are you playing are we playing are they playing ونكمل السؤال تمام ودي كان ايه مراجعة كده جميلة كده مع بعض علشان نعرف هنخش من هجرابها وان شاء الله بتوفيق للجميع بإذن الله اتمنى يكون الشرح كان سهل وبسيط لكل اولادنا تمام وعايز بقى الاولاد ان شاء الله نحفز كلمات ونعرف ان نكون جمل بطريقة صح وكل حاجة تمام ربانا يوفقكم وان شاء الله تبقى سنة ربعة اسهل سنة بالنسبة لنا كلنا شكرا جزيلا thank you so much